اشتركوا في القناة مادة الرسم الفني ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض رسم بطرون جديد وهو رسم الكرساج الحريمي بدون بنسا ومعنى كلمة بدون بنسا يعني بيكون الكرساج اللي بيترسم بطرون بتاعه وبيطلع المنتج بتاعي بيطلع بطرون مسطح أو منتج مسطح خالي من أي ارتفاعات وانخفاضات بتميز أو بتظهر بروز وارتفاعات وانخفاضات جسم المرأة معنى كلمة بدون بنسا يعني مسطح تماما وهو اغلب ما يستخدم في مصانع الملابس الجاهزة او الانتاج للملابس الكاجول يعني زي ما هو واضح قدام حضراتك وكده ده لبس كاجول بدون اي بيتلبس لفري سايز مع جميع المقاسات يعني بيمشي مع جميع الاحجام مش لازم يكون واخد شكل الجسم المرأة لكل مقاس لوحده وطبعا هنا بيتعمل بمقاسات وكل حاجة بس ممكن المقاس الواحد يلبس الاصغر منه والاكبر منه يعني بيكون فيه سماحية زيادة شوية كمان بنستخدمها في مجال الملابس ممكن في مجال المنهج بتاعنا يتعمل منه البجامات او الملابس المنزلية المريحة في البيت طبعا احنا هناخد ده النهاردة اللي هو الكرساج بدون بنسا بعد ما اخدنا الكرساج الاساسي خالص اللي هو كان ببنسا والتكسيم الوسط والفروق الجناب واخدنا الاكمام واخدنا النوعات المختلفة الاكوال وهكذا النهاردة احنا بنستكمل المقرر بتاعنا وده طبعا بينفع معانا الثلاث والخمس سنوات هنبدأ فيه النهاردة واذا ربنا اراد واسعفنا وقت حلقتنا ممكن نستكمل معاه البنطلون اللي هو هيخدمنا للبيجامة الحليم احنا نبدأ مع بعض دلوقتي طريقة النموذج الكرساج بدون بنسا الحريم نشوف كده مع بعض الخطوات بتاعتنا ايه او المقاسات اللي احنا محتاجين ايه عادة برضو بنطلعها من جدول المقاسات نبدأ كده مع بعض شوف اول حاجه هي عندنا طريقة رسم النموذج الاساسي للكرساج بدون بنسا اول حاجه ده الشكل اللي احنا محتاجين يظهر معانا في النهاية الحلقة بتاعتنا إن شاء الله لو تاخدوا بالكم الشكل العام هنا عندي كان في الكورساج الأساسي فيه هنا بنسة البنسة دلوقتي ليه بنسة الصدر مش موجودة كمان كان عندي بنسة صغيرة في كتف الخلف برضو البنسة دي مش موجودة هتلاقوا قصات ده هنلاقي حجم حردة الإبت بس طبعا إحنا هنا مغيرين في الأبعاد شوية عشان يظهر واضح قدامنا على الشاشة بس عموما حجم حردة الإبت بيكون مختلف بيكون حجمها أكبر شوية وأوسع شوية علشان تكون مريحة في الاستخدام وطبعا تلوين الأمام باللون الأحمر والخلف باللون الأزرق مع كتابة البيانات وهكذا نبدأ كده أول حاجة المقاسات المطلوبة عندي إيه أول حاجة عندي هنبدأ بالمحيطات عندي محيط الرقبة في جدول المقاسات واخدينه اللي هو أربعين واربعة من عشرة محيط الصدر مية واثنين سنطي هنبدأ بعد كده طول الكتف تلاتاشر سنطي وملي طول الظهر واحد واربعين سنطي ونص طول الجنب أو الطول من الخسر أو الوسط للأرداف اللي هو واحد وعشرين ونص سنطي عمق الإبت اتنين وعشرين ونص سنطي عرض الصدر ستة وتلاتين ونص سنطي عرض الظهر سبعة وتلاتين وتمانية من عشرة سنطي دي المقاسات اللي احنا محتاجينها ما بين محيطات وما بين أطوال وعمق الإبت وعرض الصدر وعرض الظهر وزي ما قلنا لازم ناخد بالنا كويس قوي الفرق بين عرض الصدر وعرض الظهر ومحيط الصدر ما نختلق باش ما بينهم وإحنا بنكتب المقاسات أو بنعوض بالأرقام أول خطوة عندنا هنبدأ بالخطوات الأساسية للكرساج اللي هي الخطوط الأساسية اللي احنا هنكون محتاجينها أول حاجة عندي بيقول لي هنحط نقطة صفر فمن صفر دي هتبقى على الشمال بتاعة الرسمة بتاعتي هيرسم منها خط عمودي طبعا لأسفل وآخر أفقي اللي هو بالعرض جهة اليمين وده أول حاجة بدون قياس طيب هيبقى شكلها ازاي؟ أهي بصوا كده حضراتكم معايا أدي نقطة صفر على شمال اللي سكيتش بتاعي هنزل بي خط عمودي لتحت وخط جهة اليمين اللي اتنين بدون قياس طيب نبدأ كده مع بعض نرسم الخطوة دي ونشوفها نرسمها مع بعض ازاي؟ طبعا احنا معانا المصطرة بتاعتنا اللي احنا متفقين عليها من الأول اللي هي المصطرة الشفافة اللي فيها المربعات دي بشكل مبسط عشان تقدر تساعدني في زبط الزوايا القايمة وملاقيش البطرون بتاعي بعد ما تعبت فيه واشتغلت فيه ألاقي طالع معايا مياه فاحنا متفقين من الأول نشتغل بالمصطرة اللي هي الشفافة اللي فيها المربعات نشوف كده مع بعض أول حاجة حط نقطة صفر معايا على الشمال أهو وهكتب صفر طبعا احنا عارفين ان احنا هنا بنشتغل بالألوان في المصطر التقيل عشان تظهر بس قدامكم لكن احنا متعودين في رسم البطرون بتاعنا بيكون الرسم بتاعنا بالألم الخفيف الرصاص الخفيف هبدأ أصبط المصطرة بتاعتي مع حرف الورقة وانزل منها خط عمود الأسفل أهو بدون قياس وخط آخر جهة اليمين بدون قياس برضو أصبط واتأكد أن أنا بصبط إلام المصطرة مع الخط اللي أنا رسمته أهو بالمنظر ده تمام كده يبقى دي نقطة صفر وانزلت منها خط عمود التحت وخط جهة اليمين بدون قياس نكمل مع بعض ونشوف الخطوة التانية ايه الخطوة التانية معينا اهي بيقول لي القانون بتاع بيقول لي من نقطة صفر اللي احنا لسه رسمينها دي هننزل لأسفل واحد ونص سنتي لأسفل تاني من نقطة صفر اللي احنا لسه رسمينها هنزل لأسفل واحد ونص سنتي طيب الواحد ونص سنتي ده احنا متعودين ان ده بيكون بالمقاس الطبيعي طيب بمقياس الرسم بتاعنا لما هاجي أقسم على أربعة احنا عارفين ان الحجم الكبير بيتقسم على اربعة اما الاطفال هو اللي على نص مقاس فاحنا شغالين حريم يبقى على الاربعة الواحد ونص على الاربعة هيديني اربعة من عشر طيب نرسمها ازاي اهي نقطة صفر اللي احنا رسمناها هنزل الاسفل زي ما الساهم موريني اهو هنزل اربعة من عشر ملي اللي هي واحد ونص بالمقاس الطبيعي واخد خط جهة اليمين صغير طيب تعالوا نشوفها نرسمها ازاي نبدأ كده مع بعض اهو هحط الصفر بتاعي بتاع المسطرة على اول الصفر وهنزل اربعة شرط اللي هي الاربعة ملي اللي هو بالحجم الطبيعي واحد ونص واكتب جنبيها رقم واحد عشان ما هنساش واتلغبط وبعد كده ازبط اقلام المسطرة وهشد منها خط بالعرض صغير تمام ده اللي احنا شغالينه اهو مع بعض دلوقتي تاني نزلت من نقطة صفر لا اسفل واحد ونص سنتي واخدت منها خط بالعرض واحد ونص سنتي ده بالمقاس الطبيعي بمقياس الرسم بتاعنا اربعة من عش طيب نكمل كده مع بعض الخطوة ونشوف خطوة اللي بعديها بيقول لي ايه اهو معايا القانون بيقول لي من نقطة واحد اللي احنا رسمينها ودي اللي هنركز عليها بعد كده واحنا بنشتغل كل الخطوات اللي جايها تبقى من نقطة واحد من نقطة واحد بيقول لي النقطة اتنين من واحد لاتنين القانون بيقول لي عمق القبط زائد اتنين ونص سنتي عمق القبط في المقاسات اللي احنا اخدناها من جدول القياسات كان تمام اتنين وعشرين ونص انا سمعاكم عشان تكتبتوها معايا فعمق القبط اتنين وعشرين ونص زائد اتنين ونص سنتي وطبعا احنا عارفين الزيادة دي بيكون للراحة فتنين ونص سنتي مش ملاحظين ايه حجمها كبير شوية عن المقاس اللي احنا كنا بنستخدمه في الكورساج اللي هو بدون بنسة هي حجمها اكبر شوية لان احنا قلنا بتعد دي من الملابس الكاجول او الملابس المريحة فتنين وعشرين ونص سنتي زائد اتنين ونص للراحة اداني اربعة عشرين ونص سنتي ده بالمقاس الطبيعي بمقياس الرسمي لما اسمع على الاربعة هيديني ستة سنتي وملي ستة سنتي وملي نشوف ارسمها ازاي ادي نقطة واحد اللي احنا لسه رسمينها هنزل لاسفل ستة سنتي وملي واكتب رقم اتنين واشد منها خط بالعرض بدون قياس نشوف كده مع بعد هنرسمها ازاي اهو احط النقطة بتاعتي او المصطرة بتاعتي عند رقم واحد انسى الصفر اللي فوق خالص زي ما ليش علاقة به انا عند رقم واحد وهنزل لاسفل ستة سنتي وملي اهو وهكتب جنبه رقم اتنين وهشد منه خط بالعرض كده افقي بدون قياس ازبط برضو قلام المصطرة بتاعتي اهم حاجة عشان الشكل العام يطلع مزبوط اهو بدون قياس ووقفت طيب الخطوة اللي بعديها نرجع كده نكمل مع بعض القانون بيقول لي من نقطة اتنين اللي احنا لسه رسمينها دي هتجه جهة اليمين من اتنين لتلاتة القانون بتاعي بيقول لي من اتنين لتلاتة من نقطة اتنين لتلاتة دي هتبقى جهة اليمين لما نيجي نرسمها القانون بيقول لي نص محيط الصدر زائد سبعة سانتي لو تفتكروا في الكورساج اللي هو ببنسة كان مقدار زيادة خمسة سانتي بس عشان يبقى متناصق مع شكل الجسم اما السبعة طبعا هنا مقدار الراحة بيكون اكبر زي ما قلنا عشان يديني راحة اكبر يبقى نص محيط الصدر زايد سبعة سانتي طيب محيط الصدر كان في المقاسات كان كل مية واثنين هجيب نص يبقى يقسمه على ال اتنين الناتج اللي يطلع ازود عليه سبعة سانتي هيديني تمانية وخمسين سانتي ده بالمقاس الطبيعي طيب بمقياس الرسم لما اقسم على الأربعة هييديني 14 ونص سانتي وده اللي هاعتبره عرض البطرون بتاعي يبقى 14 ونص سانتي ده هيكون عرض البطرون بتاعي طيب شكل الخطوة دي هتترسم ازاي؟ اهون اتنين اللي احنا لسه رسمينها هنا هي هتجه جهة اليمين اربعتاشر ونص صنط اللي هو كان القانون بتاعها نص محيط الصدر زائد السبعة صنط للراحة هحط نقطة وسميها تلاتة واطلع بيها وانزل خط عمودي لاعلى والاسفل هلقات قاطع معي عند خط الصفر في نقطة اربعة طيب نشوف مع بعض الخطوة دي هنرسمها ازاي اهو نركز كده حطيت الصفر بتاعي عند نقطة اتنين وهتجه جهة اليمين المقدار اللي احنا اتفقنا عليه اهو هيبقى الاربعتاشر ونص صنط وهسميها رقم تلاتة اهو وهطلع وهنزل في العرض البطرون بتاعي عشان لو اي زيادة بعد كده انا هشيلها اهو واظبط اعلام المصطرة مظبوط من منظر ده خلاص هلاقيها تقاطع معي فوق هنا في امتداد خط الصفر هسميها هنا النقطة دي نقطة اربعة تمام كده اهو زي ما هو ظاهر معيك اهو اتجهنا جهة اليمين وقفلنا عرض البطرون بتاعنا طيب الخطوة اللي بعديها بيقول لي من واحد لخمسة من نقطة واحد احنا كده هنرجع لنقطة واحد اللي هي كانت فوق وهنزل لاسفل لنقطة خمسة بيقول لي القانون طول الظهر بس لا عليه زيادة ولا هنقص منه حاجة يبقى طول الظهر طيب طول الظهر زي ما كان موجود في القياسات عندي كان واحد واربعين ونص سنط طيب بمقياس الرسم اللي ما هقسم على الاربعة هيديني عشرة واربعة من عشرة نشوف كده نرسمها مع بعض ازاي اهي اهي دي نقطة واحد هنزل منها لاسفل طول الظهر وهسميها رقم خمسة واشد منها خط بالعرض بيتقاطع معايا او بيقابل الخط العمودي اللي انا لسه رسمه في نقطة هسميها ستة طيب نشوف الكلام ده هنرسمه مع بعض ازاي هو ايه اللي من واحد يبقى نركز كويس وحط الصفر بتاع المصطرة عند نقطة واحد هقاله كده مع بعض اهو بزبط المصطرة بتاعتي وهنزل من اسفل المقدار اللي قال لي عليه اهو وهسميها رقم خمسة مصبوط كده وهاتجه جهة اليمين هيتقاطع معايا اهو وهسميها رقم ست تمام كده اهو من نقطة واحد لاسفل سميتها خمسة اللي هو كان طول الضهر واتجهت جهة اليمين تقاطع معايا في الخط ده اللي هو الخط اللي احنا حددنا به عرض البترون وسميتها رقم ست طيب الخطوة اللي بعديها بيقول لي من نقطة خمسة اللي احنا لسه رسمينها اللي هي كانت نهاية طول الضهر لسبعة دي هتبقى اسفل من خمسة لسبعة ده الطول من الخسر الارداف الطول من الخسر الارداف طبعا احنا عارفين مظبوط اللي هو طول الجم كان في المقاسات كان واحد وعشرين ونص طيب بمقاس الرسم لما هاسب على الاربعة هيديني خمسة واربعة من عشر خمسة واربعة من عشر طيب شكلها ازاي في الرسمة اهو ادي نقطة خمسة اهي موجودة عندي هنزل لاسفل المقدار بتاع طول الجنب هسميها رقم سبعة واقفل المستطيل بتاعي من تحت بيتقاطع معايا في رقم تمانية وكده انا بقى حددت طول البترون وعرضه طيب نشوف مع بعد هنرسمها ازاي اهو من نقطة خمسة الاسفل طول الجنب اللي قال لي عليه اهو هسميها رقم سبعة وهقفل عرض المستطيل بتاعي ممكن اخلي المستطيل بتاعي ممكن اخلي المستطيل اتأكد من زبط زاوية الالم مع المستطيل اهو بالمنظر ده وهسميها هنا رقم تمانية كده يبقى انا بالشكل ده حدد عرض البترون وطول البترون خلاص كده خلاص كده طيب نشوف بعد كده دي كده كانت الخطوط الاساسية بتاعتي هنبدأ مع بعض خطوات الكورساج اللي هي بتاعة الجزء بتاع الخلف طبعا احنا عارفين ان الكورساج عموما او اي بطرون احنا بنرسمه بيكون عبارة عن نص الجسم فقط لا غير عشان كده احنا دايما بناخد نص محيط الصدر او في الجنلة كنا بناخد نص محيط الارداف يعني ايه بناخد نص الجسم يعني جزء من الامام اللي هو النص بتاع الامام مع نص الخلف يعني ربع جسم ربع جسم وربع جسم تاني يبقى ده كده نص امام مع نص خلف يديني نص الدوران كامل خلاص فاحنا على الاساس ده شغالين جنب للخلف وجنب للامام طبعا لما بنيجي نحط على الامام اللي هي عملية الاعداد والتعشي حسب الموديل اللي بنقول يا طرح هل الجزء ده على متني ولا على مفتوح يعني على طبقة واحدة ولا على طبقتين في سستة من قدام ولا هو مقفول زي ما عادة بيبقى الخلف مقفول فتلقائي بيطلع لي النصين واحد لليمين واحد للشمال عشان كده احنا دايما بنتعامل مع نص جسم فقط اللي هو النص بتاع الامام مع نص الخلف احنا دلوقتي هنبدأ نرسم الجزء الخاص بالخلف فقط وهنشوف اول خطوة معانا هكون ايه اول حاجة معايا اهو بيقول لي من نقطة صفر لنقطة تسعة نقطة صفر طبعا اللي هي كانت في النقطة الاولانية اللي احنا حطناها اللي نزلنا منها خط الاسفل وخط افقي لنقطة تسعة تسعة دي هكون جهة اليمين طيب القانون بتاع هيقول لي ايه اللي هو من صفر لتسعة يقول لي خمس محيط الرقبة ناقص اتنين من عشرة اللي هي اتنين ميلي طيب محيط الرقبة كان في المقاسات كان اربعين واربعة من عشرة خمسه يبقى هقسم على الخمسة الناتج اللي يطلع اطرح منه اتنين من عشرة وناخد بالنا جدا واحنا بنعمل على الالة الحزبة بتاعتنا اتنين من عشرة بتكون العلامة العشرية الاول وبعد كده الاتنين لان احيانا الطلبة بتوعنا من كتر السرعة او من كتر ما هم عجبهم الجزئية الخاصة بالامتحان او فاهمين البطرون كويس بس من غير ما يوصده بدل ما يضربوا اتنين من عشرة او يطرحوا اتنين من عشرة بيطرحوا اتنين سنتي فبيكون الناتج غلط يبقى لازم ناخد بالنا واحنا بنحسب على الالة الحزبة علامة الاول وبعد كده اتنين العلامة العشرية وبعد كده اتنين لما يكون اتنين من عشرة دي غير لما اطرح اتنين سنتي كاملين هيطلع لي الناتج مختل ناخد بالنا كويس فهنا بيقول لي خمس محيط الرقبة الناتج اللي طلع اطرح منه اتنين من عشرة يبقى ناقص علامة عشرية وبعد كده الناتج بتاعي يطلع معايا بالحجم الطبيعي سبعة وتسعة من عشرة سنتي ده بالمقاس الطبيعي طب بمقياس الرسم لما هقسم على الاربعة تقريبا كده هيطلع اتنين سنتي كده احنا قربنا الرقم يبقى بربع مقاس اداني اتنين سنتي وكده يبقى احنا اكيد فاهمين ان احنا هنرسم الرقبة الخلفية اهو بصوا كده من نقطة صفر هتجه جهة اليمين هتقول اللي هو خمس محيط الرقبة نقص الاتنين من عشرة وحط نقطة هسميها تسعة وشايفين كده هعمل حرف ره صغنان مع الدوران ده كده حرف ره صغير هيلامس معايا الخط اللي هو عند نقطة واحد وتاخدوا بالكو احنا بدايتنا هنا خط مستقيم الجزئية اللي عنده نقطة واحد دي خط مستقيم بلاش انزل تحت الخط او اطلع فوق الخط عشان اتأكد ان الحردة بتاعتي هتطلع مزبوطة طب نشوف الكلام ده هنعمله ازاي ناخد المصطرة بتاعتنا والخطوة اهو من نقطة صفر هتجي هجهة اليمين اللي هو خمس محيط الرقبة نقص اتنين من عشرة اللي احنا قلنا بمقياس الرسم تقريبا طلع معايا اتنين سمتي اهو بالشكل ده هسميها رقم تسعة اهو وهعمل زي ما اتفقنا حرف ره صغنان كده ودي تبقى بالنسبة لي حردة الرقبة الخلفية لو تاخدوا بالكوا احنا هنا بداية خط مستقيم طيب هستفاد ايه لما هعمل دي خط مستقيم بصوا كده لو انا الخط عندي هنا تمام وعملت حرف الره كده من غير ما اخد بالي هاجي الناحية التانية لما هيتعمل علاماتني هتطلع لي الناحية التانية قصادها كده يبقى الرسمة دي غلط تمام طيب لو انا اطلعت فوق الخط اه دي الخط وانا اطلعت فوق الخط من غير ما اخد بالي وراحت اعمل كده لما هيطلع معايا علاماتني الناحية التانية بصوا هيديني شكل الفستون طبعا مفيش حردة رقبة بالمنظر ده يبقى غلط طيب وما لصح ايه اقولنا اهو ادي الخط هعمل معايا حرف ره سغنان كده واتأكد ان بداية مظبوطة تطلع التانية قصادها مظبوطة وتبقى بالمنظر ده يبقى دي في الحالة دي هي اللي صح لان عادة حردة الرقبة الخلفية بتكون بالمنظر ده يبقى دي هي اللي شبه دي خلاص لكن الخطوتين اللي فوق دول غلط يبقى ناخد بالنا كويس قوي واحنا بنرسم حردات الرقبة وحردة القبط كمان يبقى ناخد بالنا ان بدايتنا في بداية كل دوران تكون خطوط مستقيمة علشان لما بنعمل على قماش متني او حتى لما بنيجي فاصل خياطة وبنرجع نربطهم ببعض تاني بلاقي الشكل العام مقبول ينفع ان حد يلبسه غير لما بيطلع لي فيه عيب واضطر صاحب المصل ينزله درجة تانية ودرجة تالتة يبقى خسر فيه فاحنا لازم ناخد بالنا كويس قوي ونتعلم الصح برضو لما هاجي افتح انا مشروع خاص بيا اكيد الناس هتقول لي لا ده الشكل ده مش بظبوط انا هاخده مش بالشكل ده خلاص يبقى لازم ناخد بالنا كويس نكمل مع بعض الخطوة اللي بعديها بتقول لي ايه بيقول لي من نقطة واحد لنقطة عشرة من نقطة واحد اللي احنا عارفينها على الخط الاساسي لعشرة دي هكون لأسفل طيب القانون بيقول لي ايه خمس عمق الابط ناقص واحد سنتي خمس عمق الابط ناقص واحد سنتي طيب عمق الابط كان في المقاسات اصلا كام كان اتنين وعشرين ونص خمسه يبقى هاقسم على الخمسة الناتج اللي يطلع من ده اطرح منه واحد سنتي هيديني بالمقاس الطبيعي تلاتة واربعة من عشرة سنتي طيب بمقياس الرسمي لما هاقسم على الاربعة هيديني تسعة من عشرة اللي هي تسعة شرط على المصدرة بتاعتنا طيب تترسم ازاي ادي نقطة واحد هنزل لاسفل خمس عمق الابط ناقص واحد سنتي اللي هم كانوا التسعة ميلي هسميها رقم عشرة واتجه بخط افق جهة اليمين مسافة مش كبيرة قوي وبيكون بدون قياس طيب نشوف مع بعض هرسمها ازاي بصوا كده هحط المصدرة بتاعتي عند رقم واحد الصفر بتاع المصدرة عند رقم واحد وهنزل لاسفل التسعة من عشرة اللي هو التسعة شرط لأصدقائنا اللي لسه مش مركزين معانا بيتقاسوا من الصفر تمام هسميها هنا حطيت النقطة وهسميها رقم عشرة تمام وهاخد المصدرة بتاعتي وهشد منها خط افقي جهة اليمين بدون قياس اه انا سمعيك وهو بتقوله ده شبه اللي كانت عمل في الكرساج اللي هو ببنسة طب ده هنستخدمه في ايه مصبوط برافو عليكم زي ما قلته هنستخدمه زي ما هنشوف الخطوة اللي جاية لميل الكتف الخاص بالخلف ميل الكتف الخاص بالخلف ادم اخدت خمسة عمق الابت يبقى في الحالة دي وبالمنظر ده وقريب من حردة الرقبة بالطريقة دي يبقى ده اللي هستخدمه لميل الكتف ناخد بالنا كويس قوي نما بنيجي نرسمه مع السرعة بنطلق بطنة بينه ما بين خط رقم واحد اللي هو كان اه 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 اتحط عليه او ارتكزت عليه حردة الرقبة الخلفية فالطلاب بتقعنا يركزوا ما يعملوش ميل الكتف على امتداد خط واحد احنا بنعمل ميل الكتف على امتداد خط عشرة اللي احنا لسه رسمينه دلوقتي طيب نشوف مع بعض ايه الخطوة اللي بعديها اهو يقولي في الخطوة الجديدة من رقم تسعة لحداشر طبعا تسعة اللي احنا لسه اه كنا رسمينها لحردة الرقبة الخلفية وحداشر دي طبعا هتبقى الميل بتاعنا اهو القانون بيقولي طول الكتف زائد واحد سنطي طول الكتف زائد واحد سنطي طيب دي ملهاش علاقة اه بالبطرون الكورساج اللي هو كان ببينسة احنا كنا في الكتف بتاع الخلف في الكورساج اللي ببينسة كنا بنضيف الواحد سنطي ده لعمل بنسة اه كتف الخلف ودي كنا محتاجينها علشان خاطر اه عطمة اللوح اللي ارتفاع اللي موجودة عندي في الظهر وراء ارتفاع كده صغير قلنا ان ده بيساعدني وبيديني اه الارتفاع البسيط بتاع اه جزئية الخلف لا هنا محتاجين الواحد سنطي ده مش للبينسة هنا بيكون للراحة احنا قلنا ان البطرون بتاعنا بدون بنسة يعني بطرون مريح كاجول يكون حجمه مرتاح ففي الحالة دي احنا بنزود الزيادة الواحد دي مش للبينسة الزيادة دي للراحة طيب يبقى كده القانون بتاعي بيقولني من 9 على 11 اللي هو هيبقى الميل بتاعي طول الكتف زائد 1 سنطي طيب نشوف مع بعض التعويض بالاركام هيكون ازاي طول الكتف في المقسات كان 13 وملي طيب زائد الواحد هيبقى الـ 14 سنطي وملي بمقياس الرسمة لما أقسم على الاربعة هيبقى التلاتة ونص طيب نشوف كده الرسمة اهو قادي نقطة 9 وملت طول الكتف بتاعي زائد الواحد سنطي لحد ما لامس معايا امتداد خط عشرة نركز كويس امتداد خط عشرة وسمتها نقطة 11 طيب نشوف مع بعض هنرسمها ازاي بصوا كده حطيت الصفر بتاع المصدره بتاعتي عنده نقطة 9 وهميل بالمصدره طالع نازل كده لحد ما يلامس معايا امتداد خط عشرة ده في مقاس كامل طول الكتف سائد واحد بربع مقاس اداني التلاتة ونص اهو تمام وشد خطي كده بالمصدره وهسميها رقم 11 هو ده اللي احنا عملنا يبقى صبت صفر المصدره عند نقطة 9 واميل بالكتف محدش بقى يجي يقول لي طب انا الميل بتاعي ما جابش لا انا اللي بحرك المصدره ونركز كده مع بعض انا اللي بحرك المصدره طالع نازل لحد ما يلامس الخط عند الرقم اللي انا عايزه خلاص يبقى عرفنا هنشتغله ازاي طيب الخط واللي بعديها بيقول لي من نقطة 2 لنقطة 12 كده هنبدأ نحدد عرض عرض الظهر عرض جزئية الخلف هتبقى الحد فين من 2 ل 11 بيقول لي نص عرض الظهر زائد واحد سمتي طبعا اي زيادة احنا متفقين عليها بتكون للراح طيب عرض الظهر في المقاسات كانت 37 و 8 من 10 عايزة نصها يبقى أسمها على الاتنين الناتج اللي يطلع من الحزبة دي اروح مزود عليه واحد هيديني 19 و 9 من 10 سمتي طيب بمقاس الرسم تقريبا هيطلع معايا 5 سمتي نشوفها نرسمها ازاي اهو بصوا كده ادي نقطة 2 دخلت جهة اليمين اللي هو نص عرض الظهر بتاعنا زائد الواحد سمتي وعارفيني ان احنا اخدنا نص عرض الظهر اللي احنا بنرسم نص خلف فقط لما بتحط على القماش بيكون على طبقتين فبيطلع لي ساعتها الظهر كام طيب حطيت نقطة 12 هنا بيقول لي هنطلع منها خط عمودي يلامس معايا امتداد خط 10 نقطة التقاطع دي هي دي اللي سمتها 13 خلاص طيب نشوف مع بعد كده هنعمل ايه في الرسمة بصوا كده حطيت الصفر بتاعي حطيت الصفر بتاعي بتاع المسطرة عند رقم 2 واتجهت جهة اليمين نص عرض الظهر زائد الواحد صنطي اهو وهيطلع معايا المقاسة اهو وهسمي النقطة دي 12 ده الخطوة بتاعتي طيب وبعدين بيقول لي هنطلع منها من نقطة 12 اللي انا لسه عاملها دي اصبت بس زوايا المصدرة بتاعتي خط عمودي الاعلى يلامس خط 10 اهو بالمنظر ده نقطة التقاطع اللي هنا دي ماليش علاقة بقى بالكتف الكتف كان هنا نهايته كانت هنا انا في النقطة اللي جوة يعني الخط العمودي ده طلع داخل اللي جوة شوية عن الكتف اهو مش مشكلة هو ده الصح اهو النقطة التقاطع دي هسميها 13 تمام كده طيب الخطوة اللي بعديها ايه بيقول لي نقطة 14 دي نقطة الوحديها طيب ما لها بيقول لي بتنصف المسافة من 12 ل 13 فين 12 و 13 اللي احنا لسه رسمينهم حالا الخط العمودي اللي انا لسه طلعه هقيسه كام وهقسمه على الاتنين معنى ان هي تنصفه يبقى هقسمه على الاتنين بالمقاس الطبيعي كان طول الخط ده 21 وملي لما هقسمه على الاتنين هيديني 10 و 6 من 10 طيب بمقياس الرسم هيطلع معايا 2 و 6 من 10 لما هقسمه على الاربع طيب شكلها ازاي في الرسمة اهو شايفين ادي نقطة 12 و ادي 13 اهي المسافة دي بيقول لي انقسها خليلي الجزئية اللي فوق قد جزئية اللي تحت حطني نقطة النقطة دي هي دي اللي سميها لي 14 طيب كده طب تعالوا ننفذها مع بعض اهو اديني بالمسطرة بقيس المسافة وزي ما هو قال لي اروح من الصفاء اهي هنا بالزبط وسميتها 14 معنى كده ان الجزئية اللي فوق دي بيتقدي جزئية اللي تحت دي مزبوط اديني حطيت النقطة هي عشان نبقى كلنا شايفين بس طبعا احنا في الامتحان ما بنعملش نقطة تقيلة كده احنا بس عشان نوضحها قدام حدركوا احنا اساسي الخطوط بتاعتنا في البترون تكون خفيفة كده انا بالنسبة لي خلصت الجزئية الخاصة بالخلف او اللي بتحدد لي عرض الخلف رسمنا مع بعض حردة الرقبة الخلفية رسمنا مع بعض الكتف بتاع الخلف وعرض الخلف اللي انا محتاجه تمام ده الجزئية اللي انا اخدتها من عرض البترون كام هنبدأ بقى مع بعض دلوقتي في جزئية الامام هبدأ من جهة اليمين احنا في الخلف رسمناه من الشمال الامام هنبدأ من جهة اليمين يعني من عند نقطة اربعة ونقطة تلاتة وهكذا اللي هي الخطوط اللي ناحية اليمين نشوف اول خطوة معانا هكون ايه اهو بيقول لي اول حاجة عندي من نقطة اربعة لنقطة خمستاشر خمستاشر دي هتبقى جهة اليسار نمشي شمال يعني القانون بتاعي بيقول لي خمس محيط الرقبة ناقص سبعة من عشر ونركز كويس قوي من العلامة العشرية زي ما قلنا طيب خمس محيط الرقبة المحيط الرقبة كان في المقاسات اربعين واربعة من عشر خمسه يبقى هقسم على الخمسة الناتج اللي هيطلع من ده هطرح منه سبعة من عشر يعني علامة عشرية وبعدها سبعة اداني بالمقاس الطبيعي سبعة واربعة من عشر سنتي طيب بمقاس الرسم لما هقسمه على الاربعة هيديني واحد وتمانية من عشر طيب نشوف شكلها على الرسم هكون ازاي اهو نقطة اربعة لنحية اليمين هتجي شمال تمام كده اللي هو خمس محيط الرقبة ناقص سبعة من عشر وحط نقطة وسميها خمستاشر وانا واقف عند النقطة انزل منها خط عمودي صغير كده اهو سمعايكو بتقوله مزبوط ده ده اللي هيساعدني عشان ارسم اه محيط الرقبة كويس او دوران الرقبة كويس ايوة تمام مزبوط كده طيب نشوف مع بعدها هنرسمها ازاي اهو هجيب المصدرة بتاعتي وانا عند نقطة اربعة اللي هي نحية اليمين دي هحط المصدرة كده تمام الصفر عند نقطة اربعة وهتجه جهة اليسار وهسميها رقم اللي خمستاشر وهنزل منها خط عمودي لاسفل طبعا حتة صغيرة خالص هي بس مجرد ان هي تساعدني في رسم الحرده مش اكتر تمام كده طيب الخطوة اللي بعديها بيقول لي مع بعض كده القانون بيقول لي من اربعة لستاشر من نقطة اربعة برضو ستاشر دي هتبقى الاسفل ما لها القانون بيقول لي ايه خمس ومحيط الرقبة بس المرة دي ناقص اتنين من عشرة يبقى فيه فرق بين اتساع الرقبة اللي هو كان جهة الي يسار وعمق الرقبة اللي احنا هنعمله دلوقتي اللي هو هيكون الاسفل الفرق ما بينهم اللي اتنين خمس ومحيط الرقبة بس الاولاني إلي اولى التسائي ناقص سبعة من عشرة أما العمق اللي هو الأسفل ناقص اتنين من عشرة طيب محيط الرقبة في المقاسات اربعين واربعة من عشرة على الخمسة عشان عايز خمسه أطرح منه النتج اللي هيطلع أطرح منه اتنين من عشرة هيديني سبعة وتسعة من عشرة بمقياس الرسم العالة الأربعة هيديني اتنين سنطي طيب تعالوا نشوف كده في الرسمة هيبقى ازاي? أدي نقطة أربعة وهنزل الاسفل اللي هو العمق بتاع الرقبة الاثنين سنطي اللي هما خمس ومحيط الرقبة ناقص اثنين من عشرة هسميها ستاشر وهدخل منها جهة اليسار خط برضو صغير جدا يساعدني ان انا ازبط الحرد بصوا كده على الصورة ناحية الشمال الخطين دول هبتدي اوصلهم ببعض بدوران كده خفيف شايفين مع اتجاه السهم كده هيديني شكل دوران حردة الرقبة الامامية طيب تعالوا نشوف بقى هنرسمها ازاي مع بعض اهو هحط الصفر بتاعي زي ما احنا عند نقطة اربعة وهنزل لاسفل مقدار خمس الرقبة ناقص الاثنين من عشرة اللي هو طلع معي من قياس الرس اثنين سنطي وهسميها ستاشر وهدخل منها جهة اليسار خط صغير بدون قياس بصوا كده ايه اللي هيحصل انا ممكن اعدل الورقة على حسب عدلتي انا بحيث ان انا اقدر اجيب الدوران بتاعي مزبوط اهو هاجي اعمل اوصل الخطين ببعض كده بدوران خفيف بصوا كده الشكل العام اهو شايفين كده حردة الرقبة الامامية جات معايا بدوران مزبوط وساعدني ان البداية فوق تكون خط مستقيم والبداية هنا في العمق بتاعي تبقى خط مستقيم بحيث انها لما تطلع للناحية التانية يبقى الشكل بتاعها مزبوط ومقبول ويرضي المستهلكين بتاعنا او الزباين اللي هيشتيروا مننا المنتجات طيب تعالوا نشوف الخطوة اللي بعديها بيقول لي من 3 ل 18 كده انا هبدأ احدد عرض الامام زي ما حددت قبل كده عرض الخلف طيب من 3 ل 18 دي هكون جهة اليسار تمام القانون بيقول لي نص عرض الصدر ناخد بالنا هنا عرض الصدر اما في الخلف كان عرض الظهر يبقى هنا نص عرض الصدر زائد مقدار الراحة بتاعي قد ايه واحد ونص سنتري تمام لو تفتكروا كان في الكورساج اللي هو ببنسة اللي احنا كنا بنرسمه بيبقى متناسب مع جسم المرأة ومنحناياتها كان بيبقى نص عرض الصدر زائد حجم بنسة الصدر اللي احنا كنا بنعمله لأ هنا انا مش محتاج خلاص حجم البنسة لان انا خلاص مش هرسمه ببنسة هرسمه حاجة مريحة يبقى هيبقى نص عرض الصدر زائد الواحد ونص دول بيكونوا للراحة ويدوا سماحية للتنفس ويدي مساحة ان كذا مقاس يلبس القطعة الواحد طيب نكمل مع بعض القانون كده تاني نص عرض الصدر زائد الواحد ونص عرض الصدر كان في المقاسات ستة وتلاتين ونص عايز نصه يبقى اسم على الاتنين الناتج اللي يطلع من ده ازود عليه واحد ونص سنتي بالمقاس الطبيعي هيديني تسعتاشر وتمانية من عشرة بمقياس الرسم لما هاسم على الاربعة هيديني اربعة وتسعة من عشرة طيب نشوف الكلام ده هيبقى ازاي اهو ادي نقطة تلاتة وهتجه جهة اليسار نص عرض الصدر زائد الواحد ونص وهسميها نقطة تمنتاشر وبالمرة هطلع من خط عمودي الاعلى كده بدون مقاس صغير ما يوصلش معايا لنهاية البطرون تمامي يبقى من تلاتة هتجه جهة اليسار طيب تعالوا نرسمها كده مع بعض برضو هحط المصطرة بتاعتي كده الصفرة عند نقطة تلاتة تمام وهيز جهة اليسار بتاعنا وهو المقاس اللي احنا اتفقنا عليه كان معايا اللي هو اربعة وتسعة من عشرة وهسميها رقم تمنتاشر وهطلع منها خط عمودي لاعلى زي ما اتفقنا بدون قياس لحد ما هنشوف انا محتاج ويكون قدي تمام كده ده اللي احنا رسمناه تجهنا جهة اليسار وطلعنا منها خط عمودي لاعلى بدون قياس طيب كده انا بالنسبة لي حددت تعرض الامام طيب حد يقولي هو كده الامام خلص انا كده بالنسبة لي خلصت الامام طيب انا دلوقتي هبدأ في رسم حردة الابط اللي هو الدوران اللي موجود عندي طيب الدوران ده هيتعمل ازاي وفيه هنا مسافة مفتوحة يبقى انا لازم احدد الكدف بتاع الامام انا سمعاكم بتقولوا احنا لسه مرسمناش كدف الامام تمام يبقى احنا علشان ارسم حردة الابط الامامية والخلفية وكمان اعمل كدف الامام لازم اتجه وهشوف ناحية نقطة 11 هنعمل ايه يبقى انا اه القطوات اللي انا هشتغلها دلوقتي اللي هتناسبني لحردة الابط اول خطوة فيها بيقولي من نقطة 18 لنقطة 19 دي نص المسافة من 3 ل 16 واطرح منها 2 سنطي من نقطة 18 لنقطة 19 دي هتكون لاعلى هتبقى نص المسافة اهو نص المسافة من 3 ل 16 واطرح منها 2 سنطي هنا 2 سنطي فعلا مش 2 من 10 طيب المسافة من 3 ل 16 دي كانت فين اللي هي من بداية من نهاية حردة الرقبة الامامية الاسفل كانت لما نقسها بالمقاس الطبيعي 18 وملي هايز نصها يبقى هاسمها على الاتنين الناتج اللي هيطلع من الاسمة دي اطرح منه 2 سنطي هيديني 7 سنطي طيب بمقياس الرسم لما هاسم على الاربعة هيديني واحد وتمانية من عشر نشوف كده اهو اهو ادي من 8 ل 19 فوق اهي حددتها وسميتها نقطة 19 طيب جبتها منين انا برضو مش فاهم هو بيقولي شايفين المسافة من نقطة 3 اللي على اليمين دي لنقطة 16 اللي هي كانت نهاية حردة الرقبة الامامية المسافة دي هاسها واسمها بالنص والناتج اللي اطلع اطرح منه اتنين الناتج هو ده اللي هطلعه الفون طيب نشوف كده مع بعض هنعملها ازاي تعالوا كده لما نرسمها المقصود ان انا هاس من نقطة 3 اللي هي هنا لنقطة 16 اللي هي هنا اللي هي المسافة دي المسافة من 3 ل 16 هي دي اللي انا هاسها هاسها كام وهشوف نصها كام والناتج اللي اطلع اطرح منه اتنين سنطي الناتج النهائي بقى بعد الطرح هو ده اللي هطلعه من هنا اللي هو طلع معايا واحد وتمانية من عشر هنا كده بالمنظر ده وهسميها نقطة تسعتاش خلاص يبقى فهمناها جات منين يبقى المسافة دي كانت نص المسافة دي ناقص اتنين سمتي تاني المسافة من تمنتاشر لتسعتاشر نص المسافة من تلاتة لستاشر واطرح من النص ده كمان اتنين سمتي يعني وليكن المسافة دي انا قصتها طلعت معايا عشر سمتي نصها يبقى كام خمسة اطرح منه اتنين سمتي يبقى تلاتة هي التلاتة دي هي دي اللي هطلعها هنا طبعا احنا بنده مثال لكن احنا لما حسبناها على المقاس الطبيعي وبمقياس الرسم طلعت معايا هنا واحد وتمانية من عشر خلاص كده طيب الخطوة اللي بعديها بيقول لي من نقطة حداشر لنقطة واحد وعشرين حداشر دي اللي هي كانت نهاية كتف الخلف مظبوط زي ما انتم رسمينها معايا اللي هي كانت نهاية كتف الخلف طيب هنزل اسفل منها لنقطة واحد وعشرين هنزل مقدار قد ait قال لي خمسة وسبعين من مية الاسفل خمسة وسبعين من مية يعني واحد اللي ربع تقريبا كده بمقياس الرسمة هتطلع معايا 2 مل طيب وبعد منزلهم اعمل ايه قال لي من النقطة اللي انت انزلتها دي اتجه جهة اليمين 20 سنطي وسميها لي نقطة 22 طيب 20 سنطي دي بمقياس الرسمة هتبقى 5 سنطي طيب برضو مش فاهم تعالوا نشوفها في الرسمة كده هتبقى ازاي اهو ادي نقطة 11 اللي هي الصورة اللي على اليمين نقطة 11 اللي هي كانت نهاية كده في الخلف هنزل الاسفل اللي هي نقطة 21 بالمقاس الطبيع 75 ممية بمقياس الرسم 2 مل طب والنقطة دي هعمل بها ايه تعالوا كده معايا ناحية الصورة اللي على الشمال النقطة اللي انا نزلتها 21 دي اتجهت جهة اليمين مع السهم كده زي ما احنا شايفينه مقدار 20 سنطي اللي هو بمقياس الرسم 5 سنطي وسميتها رقم 22 طب تعالوا نشوفها نرسمها ازاي مع بعض يهو دي نقطة 11 فهي كده في الخلف هنزل الاسفل اهو 2 مل ده طبعا بمقياس الرسم وهسميها 21 طيب النقطة اللي انا نزلتها دي اللي اتجه جهة اليمين مقدار 20 سنطي اللي هو بمقياس الرسم خمسة سنطي خمسة سنطي تمام اهو وسمهاني 22 خلاص كده متفقين طيب الخطوة اللي بعديها بيقول لي من خمسةاشر لتلاتة وعشرين من خمسةاشر لتلاتة وعشرين خمسةاشر دي اللي هي كانت اه اتساع حردة الرقبة يعني نهاية رقبة الامام تلاتة وعشرين دي طبعا هيبقى الميل بتاعي بتاع الكتف طيب القانون بتاع بيقول لي ايه طول الكتف زائد نص سنطي لو تاخدوا بالكو الكرساج اللي هو كان ببنسة في الامام كان طول الكتف فقط لا غير تمام لان احنا كنا عاملينه على قد ما هيتتقفل بنسة الخلف اللي هي كانت واحد سنطي فيرجعوا الكتفين قد بعض تمام لكن هنا احنا كتف الخلف زودنا عليه واحد سنطي وهنا كتف الامام زودت عليه نص سنطي طيب ما حد يقول لي لما هاجي يقعد على المكانة وقفل الكتفين على بعد هيكون واحد اكبر من التاني هنقول له لا طبعا مش هيبقى كده هيبقى فيه سن التشريب صغيرة لان انحناء من الكتف الخلف بيكون اكبر من الامام يعني لو تاخدوا بالكو هنا الكتف في الحتة دي داخل لجوه شوية فبيبقى صغير اما في الخلف الجزئية دي بتبقى طالعة لقدام او برزة لبرا كده شوية فبيكون الدوران بتاعها اكبر فاحنا لما بنيجي نقعد على المكانة بنسبت بداية الخياطة مع نهاية يعني علامة البداية مع علامة النهاية في الخطين وبنعمل سن التشريب جوه فبيديني لانحناء الخفيف اللي هو بيكون مريح في اللبس فلا اصيب احنا هنا الكتف سواء كان بتاع الامام او الخلف في الكرساج اللي ببنسة بيختلف عن الكرساج اللي بدون بنسة الكتف بتاع الخلف في الاتنين كرساج بيكون زيادة واحد سمتي بس اللي ببنسة بيكون في بنسة صغيرة بنرجع بعد كده نقفلها اللي هي الواحد سمتي اما في اللي بدون بنسة بيكون للراحة طيب وكتف الامام اللي ببنسة اللي هو الكرساج اللي ببنسة ما بيكونش عليه اي زيادات لكن الزيادة موجودة في كتف الامام اللي هو بدون بنسة اللي احنا معانا النهاردة بيكون زيادة نص سمتي فقط طبعا هي بيكون للراحة بس فيه فرق ما بينها وما بين كتف الخلف نص سمتي ده بيكون للتشريب أثناء عملية الحياة على المكانة خلاص إحنا عرفنا ليه الزيادات هنا في بدون بنسة بيكون للراحة ومع ذلك بتعمل لي سن التشريب اللي هو بيسهل عملية الارتداء وبيكون مريح في اللبس طيب نكمل مع بعض الخطوة بتاعتنا كان من 15 ل 23 عشان نعمل كتف الأمام كان طول الكتف زائد نص سنتي طول الكتف في المأساك كان 13 ملي زائد نص سنتي للراحة إداني 13.6 من 10 بمقياس الرسم اللي هو على الاربعة هيديني 3 واربعة من 10 طيب تعالوا نشوفها كده في الرسمة بيكون شكلها إزاي بصوا كده الميل بتاعي الميل بتاعي اللي هو من 15 ل 23 لامس معي خط ايه خط 21 22 اللي احنا لسه عاملينه اللي هو كان طوله 20 سنتي ولو تاخدوا بالكو برضو ميل الكتف بتاع الأمام بيكون أكبر من ميل الكتف بتاع الخلف طبعا دي علشان طبيعة الجسم البشري للمرأة طبعا بيكون الأمام بيكون أكتر ميل من الكلف نشوف كده مع بعض هحط المصدرة بتاعتي زي أو هرسم زي الخطوة دي هجيب الصفر بتاع المصدرة عنده نقطة 15 وهميل بالمصدرة بتاعتي لحد ما يلامس امتداد خط 21 22 اللي احنا لسه عاملينه في المقاس بتاعنا اللي هو كان 3 و 4 من 10 ده بعد مقياس الرسم أهو بصوا كده النقطة هنا وهسميها نقطة 23 كده يبقى أنا عملت ميل كتف الأمام طيب كل ده علشان أقدر أرسم حردة الإبط مقدرت أشارسم كتف الأمام غير لما عملت النزلة الصغيرة اللي احنا عملناها دي أو الخط اللي هيرتكز عليه كتف الأمام طيب تعالوا نشوف الخطوة اللي بعديها بيقولي نقطة 24 نقطة 24 تنصف المسافة من 18 ل 12 من 18 ل 12 دي هتبقى الجزئية الصغيرة اللي بقية من البطرون بعد ما أنا خلصت عرض الأمام وخلصت عرض الخلف اتبقى لي في النص مسافة صغيرة هي دي اللي أنا محتاج أنصفها لما جيت إستها لقيتها 18.3 ملي بالمقاس الطبيعي تنصف يعني هقسم على الاتنين اللي هي عدتني 9.2 من 10 طيب الاسمة دي خلصت خلاص لا ما ننساش على مقياس الرسم اللي هو على الاربعة هيديني 2.3 من 10 سنط طيب نشوفها في الرسمة بتبقى عاملة ازاي اهون شايفين المسافة قادي من 12 ل 18 هي المسافة اللي في النص دي احنا الجزئية اللي على الشمال دي كانت الخلف والجزئية اللي على اليمين دي كانت الأمام تبقى جزئية في النص هي دي اللي أنا استاهل هي من 12 ل 18 اسمتها بالنص وانزلت معايا خط عمودي منقط طبعا أنا سامعاكوا بتقول مظبوط ده الخط الفاصل بين الأمام والخلف اللي هو بعد كده لما قاجي قعد على المكنة هيبقى خط الخياطة اللي موجود في الجم الفاصل بين الامام والخلف يعني ادي جزئية الامام وادي جزئية الخلف الخط الفاصل ما بينهم اللي هو هيتخيط اللي هيجمع ما بينهم اللي هو بالنسبة لي هنا هيبقى خط خياطة الجامع عشان ما نطلق بطش الخط الفاصل بين الامام والخلف هو خياطة الجامع اما خط نص الامام اللي هو بيبقى موجود في نص الجسم من قدام وخط نص الخلف اللي هو بيبقى موجود عند سلسلة الظهر من وراء اللي هو خط نص الظهر بالزبط على الجسم خلاص كده نركز عشان نبقى فاهمين احنا شغالين ازاي وهنوعد على المكانة ازاي يبقى ناقست المسافة من 12 ل 18 دي استها كام ونصفتها بالنص وانزلت منها خط عمودي الاسفل منقط وطبعا عارفين هيبقى منقط مظبوط لان شرطة منه بتكون باللون الاحمر للامام وشرطة منه بيكون باللون الازرق للكلف تمام فاتقاطع معايا لو تشوفوه معانا في الرسمة اتقاطع معايا في كذا خط من تحت اللي هو هيبقى خط الوسط وبعد كده خط الارداف كل واحدة منهم هنسميها برضو رقم نشوف كده مع بعض هيبقى ازاي اهو في الرسمة بتاعتي المرسومة لما نصفناها بقت هنا نقطة 24 نزل معايا خط الاسفل اتقاطع معايا عند خط 5 6 ده في نقطة 25 وتقاطع معايا عند الخط النهائي اللي هو 7 8 ده في نقطة 26 وعشرين طب تعالوا ننفذ الكلام ده على الرسمة بتاعتنا بصوا كده احنا بنقيس المسافة من 12 ل 18 هي دي اللي احنا بنقسها اهي هتبقى هنا بالزبط اهو وهنزل منها دي طبعا النقطة دي اللي سميتها 24 ما ننساش وهنزل منها خط عمودي بنقط لاسفل طيب الخط العمودي للاسفل ده اتقاطع معايا في خط خمسة ستة ده في النقطة دي سميتها 25 طيب وتقاطع معايا في خط سبعة تمانية ده سميناها ستة وعشرين خلاص كده بعرفنا اترسمت معايا ازاي طيب ايه اللي مطلوب مني بعد كده كده الشكل العام للبطرون ابتدى يظهر معايا جزئية الخلف وجزئية الامام ادي كده في الخلف وادي كده في الامام بما معايا حردت الابط سواء كانت للخلف او للامام نشوفها مع بعض كده هتترسم ازاي اهي بالمنظر ده بالمنظر ده اللي هو هيجي معايا الدوران بالطريقة دي هوصلها للكتفين ببعض هيبقى الشكل النهائي هوصلها من حداشر لاربعتاشر لاربعة وعشرين لتسعتاشر لتلاتة وعشرين كل النقط الاساسية بتاعتنا طب تعالوا نشوف مع بعضها هنرسمها ازاي طبعا انا برضو بغير او بحرك الورقة بتاعتي على حسب اتجاه عدلة ايدي تمام بحيس ان انا اكون متحكم نقطة حداشر ننسى واحد وعشرين انا نهاية الكتف بتاعي بتاع الخلف نقطة حداشر هوصل حداشر باربعتاشر وبعد كده بنقطة اربعة وعشر واتأكد ان حردة الابت هنا على خط مستقيم مرتكزة خط مستقيم شايفين كده اعدلها تاني اهو بالمنظر ده يبقى احداشر لاربعتاشر لاربعة وعشرين هنا خط مستقيم على قد مقدر تمام بحيس ان هي تكون مرتكزة على الخط يعني مرتاحة عليه طب هيفرق معايا في ايه هتكون مريحة اثناء عملية اللبس الارتداء بتاعها مش هتدايق يعني حردة الابت هنا مش هتكون بتدايق اللي هيبقى لبسها مش هتبقى دايقة مش هتبقى من هنا دايقة اللي راحة بتاعتها وان هي جيلي من اسفل الدراع خط مستقيم كده بيكون مريحة في الارتداء بتاعنا طيب هنتشوف كده برضو اخر اخر جزئية معايا هوصل بقية الحردة التانية اهو من نقطة تلاتة وعشرين لنقطة تسعة تاشر اهو لاربعة وعشرين اهو بصوا كده ده بقى شكل البطرون بتاعي بالمنظر ده تمام للاسف هو ووقت حلقتنا خلص وهو كده فعلا اترسم معانا البطرون ان شاء الله نستكمله مع بعض في الحلقة اللي جاية مع اه نحنا نلونه ازاي نكتب عليه البيانات ازاي ونستكمل مع بعض ان شاء الله اه البنطلون الخاص بالبيجامة الحين اه الى اللقاء واتمنى ان انتوا كونوا استفدتوا بحلقتنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا